استغرانا وقت كتير بالتخطيط وانت مثل الغبي ضيعت كل شي تقدر تقللي شو رح نعمل هلأ؟ كنا واقعين على كنز وانت بغباءك ضيعته كله تفضلي محلولة نحن لازم نروح لعندن زيارة عالبيت ونحكي برواء ما بعتقد انه رح يصدقونا بس عالاقل منحاول وفورا منروح لانه لازم ما نضيع ولا ثاني بس كيف بدنا الروح الساتية كانت عندن؟ انت لا تاكل هم لا تاكل هم أبدا كيف؟ مينك ايه؟ هاي انا اهلين وسهلين يا بنت قولي لكاجري انه تطلع اه شو بديقلك راسلي رح ااخد كاجري ونطلع من هون شوية صغيرة عنجد؟ انت بتعرف انه القوانين صارمي هون وما فينا نطلع لبرة؟ ولا لا؟ راسلي انا لا هلأ عملت كل شي طلبتي مني صح؟ بس بس يعني كاجري لازم تتنفس بعد كل هالمعاناة متل ما بتعرفي والله اذا طلعت شوية رح تغير جو هاي هي كل القصة بس اذا بتريدي راسلي رجاء طيب ماشي بس ليك معكن ساعة واحدة حتى ترجعوا يا حلو هاد شرطي بس ايا زيادة رح تكلفك شكرا باسلي ساتيا كانت نحنو ما رحت بدي اياك بخدمي صغيرة طبعا خالتي قلليلي من عيوني تفضلي شو قلليلي؟ بدي اياك تاخد البنات عالصلا عالجا دعم تحكي؟ اوه يعني بس ايه لاكشمي بدي البنات يروحوا عالصلا ويصلوا وتطلبوا من ربكم يا بنات يبارك سارفاتي وبافيشيا للأبد ويحل المشاكل يلي بناتن يا رب دورجا شو رأيك نحن بالمكان الغلط والزمان الغلط شي؟ بس ليش؟ يعني بيكفي اختي لاكشمي كانت تصلي لأختي وجوزا ما كان ما كان في داعي نجي معهم خلاص هنم بيصلولون وبيدعولون عننا اختي لازم كنا نروح على مكان تاني صح دورجا؟ ملعوبة تكتي بقى ليش هيك اختي؟ المفروض انه نحن كل يعتنا نعمل هالشي سوا ما هيك؟ لا والله اذا هيك خلي كل العيلة تجي وهيك منصلي لهم كلنا سوا دعاقنا بيوصل أسرع يعني اه أه اه قولي ما فهمتك؟ يوراش بالسيارة.. وكمان امركب معه بنت لك أو اينوما أني شايفي حدت أبدا هون لك وراكي هنيك هنيك يا جدبا وينه أختي؟ مو شايفي حدا أليلي وين؟ جوري أختي الظهر إنه عيونك خدعتك لازم نغير لك النظارة صايري عم تشوفي شغلات مو موجودة يلا امشي يوراج بالعادي ما بيخلوني إني إطلع مع حدا دائما معلمتي كاتمي على نفسي وما دام خلتني إطلع معاك اليوم معناها هي حددت وقت للرجعة ما؟ كاجري أنت مالك رجع لهنيك يوراج أي كاجري اليوم لما طلعتي كانت هاي المرة الأخيرة خلص أنت أنسي أنا سبق وعدتك وأنا زلمة يوراج أنت ما بتعرفون لك هذول عصابة مجرمين أتالين إطلة ما رح يتركونا بحالنا كاجري أنا وعدتك وما رح أرجع بكلامي بنوب سيراز شو جابه لهنيك؟ طلعي بيشتغل بنفس الفندق يلي كنا نحنا نازلين فيه يعني ممكن هو يكون السبب بكل اللي صار مع سارفاتي؟ مينكا بنتي سارفاتي قالتلي بعض متلسانة أنه هاي مو أول مرة بمت إيده عليها بس هاتحكي سارفاتي تعرف شغلي؟ اتصل احكي أنت مع بافيشيا يمكن زوجة لسارفاتي عقله ما تحمله لما شاف سراجه سارفاتي سواء أم ضربة بافيشيا شاف سارفاتي مع رجال غيره وهيك اللي صار وحقه يشك أنه يشك بالماضي وهذا كتير من حقه بركي بكرة عرف بماضي سارفاتي أه؟ شو بيكون موقفك؟ ويلك بنتك ويلك صهرك ورح نتبه دلوقتها أو بافيشيا ما تنع أنه سارفاتي بريقة وانت بتعرف بالحقيقة ما هيك أنت لازم تعطي فرصة لسهرك اللي صار بليلت الحنة خربطت كل العالم بوقتها ما بتتذكر ليلتها؟ يا حبيبي شايف حاول تستوعب الأمور وتفهمها من وجهة نظري لننقذ هالزواج لأنه حرام كتير يا روحي هاي حياة بنتنا اللي هلأ علم حك الله يخليك لا تستعجل بالحكم على سهرك بافيشيا سمعني أنا أمه بتهني مصلحة بنتي كتير بس العدالة العدالة أنه ما نعمل كل شي ويكون ضميرنا مرتاح للآخر سيدي عفوا سيدي إجوا بيت أحمل سارفاتي لازم روح يوراج اسمعني منيح شو بدي يقول لك معلمتي عم تستناني لازم لازم روح انسي القصة ما في روحها فهمتك انتي ما رح ترجعي يوراج ليش ما عم تفهم؟ هاي المرة ما رح تتركنا بحالنا يعني هيك ببساطة رح تبلينا بمصيبة انتي ما بتعرفهم لسه يوراج كاشري أنا مستعد اني أعمل أي شي مشانك بس مستحيل اني خليك ترجعي على هداك البيت واضح مو؟ يوراج يلي يلي عم تعمله ما حدا غيرك بيعملوا بهذا المجتمع أنا منبوزة لك أنا ما حدا بيحترمني ليش يوراج ليش؟